بسم الله الرحمن الرحيم معكم عاني حسين احنا الان في الفصل الثاني في البيزنس موديل رقم واحد البيزنس موديل احنا نحكي عنه اليوم اسمه The Platform تعالوا نتكلم عنه اكتر الموديل شوفوا يا شباب هلا دايما اي بيزنس اونلاين بده ينعمل اونلاين ويجلب ارباح انا بشوف بصراحة انه فيه له تلت طرق من ناحية جذب لترافيك تلت طرق من ناحية جذب لترافيك الطريقة الاولى ببساطة هي انك تروح على مكان هذا المكان اصلا فيه ترافيك يعني هذا المكان يحتوي فيه داخله على الترافيك الطريقة التانية هي انك ببساطة ايضا تروح على مكان ما فيه ترافيك وانت المسؤول انك تجي فيه ترافيك الطريقة التالتة هي انك تروح على مكان يحتوي على الاتنين لترافيك زائد النو ترافيك واحد زائد اتنين واحد زائد اتنين تمام؟ هاي هو الثلاث طرق اللي لو انت بيزنس اونلاين لازم تختار واحد منها حتى تضمن انك حتزد بترافيك صح؟ لانه احنا عارفين انه اي بيزنس اونلاين الاشي المهم الوقود تبعه الوقود اللي بيخلي فلوس تدخل هو انه يظهر للناس الاشي اللي عندك يظهر للناس احنا الان كافليت المهم بالنسبة لنا انه نظهر للناس الشيء اللي احنا منسوقه اللي هو الافليت رابط الافليت تبعتنا صح؟ في هذا الموديل اللي هنتكلم عنه هو رقم واحد نعم رقم واحد هون هو اللي هنحكي عنه هنلاقي مكان هذا المكان اصلا يحتوي على الترافيك وبالتالي احنا بدنا نستغل وجود هذا الترافيك في ذلك المكان تمام؟ لكن هناك بعض الامور المهمة لازم نتفق عليها اولا هذا المكان لازم يكون فيه ترافيك كتير يعني لازم يكون فيه ترافيك كتير تمام؟ مش شوية ناس وخلص تمام؟ اتنين هذا المكان لازم يكون فيه الناس المهتمين اللي احنا بدنا اياهم صح؟ الايديال او الناس الكاستمر اللي هو مهم جدا بالنسبة لنا وزي ما انتبهته في الفصل الاول في فيديو اسمه كيف تفكر بشكل صحيح كافليات ماركتر صح؟ بهذا الفيديو تكلمنا عن هاي النقطة وحكينا انه الكاستمر العميل الشخص اللي انت المفروض تستهدفه تمام؟ له هدف ليس شرطا ابدا انه يكون هدفه هو اللي انت بتسوقه تمام؟ فلو انت بتسوق كورس السيلز فانيل من الخطأ الكبير انك تفكر او تعتمد على خطتك ومحتواك والاسلوب اللي هتعمله هنا في هذا الاسلوب تمام؟ على انه هو هذا الشخص يبحث عن كورس سيلز فانيل هدفه كورس سيلز فانيل غلط هدفه شيء اخر كليا وانت اللي حتقوله انه الوسيلة لتحقيق ذلك الهدف هو انك تستخدم السيلز فانيل تمام؟ لو انت بتسوق كورس جوجل جوجل الكورس تبع الاعلانات الان من الخطأ الكبير انك انت تحط محتواك وتنسيق محتواك وتضع الموديل اللي احنا حنحكي عنه اليوم باسلوب انه الناس تريد كورس جوجل ادز خطأ كبير الصح انك تقول لحالك ايش الهدف النهائي تبع عميلي ممكن مثلا يكون هدفه انه بده يخلص من تعب ومنافسة الفيسبوك ادز تمام؟ وبده مكان تاني يعلن منه؟ نعم ممكن طيب ممكن مثلا يكون شخص عنده منتجات ملموسة ولكن بيفشل بإعلاناته في فيسبوك فبده مكان تاني؟ ايوه فهنا صار عندنا ايش؟ فيزيكال برودكت صح؟ فالفيزيكال برودكت انا شخص لما احط الاسلوب اللي هنحكي عنه اليوم هحطه وانا مستهدف الناس اللي بدها تعمل فيزيكال برودكت بس هي بتخسر فيسبوك فحقولهم تعالوا شوفوا جوجل يمعلم جوجل فيه اشياء مش موجود في فيسبوك تمام؟ هذا هو الهدف النهائي تبعه وبالتالي انا بضع الكورس اللي ايش بسوقه اللي هو كورس جوجل في هذا المثال هو الوسيلة لتحقيق هذا الهدف فبسوقه كافليت وبضعه فيه الوفر متل ما تعودنا وشفنا بالفصل الاول طيب جدا ممتاز طيب ايش يهان المقصود بالبلاتفورم او هذا المكان اللي انت بتحكي عنه ايش يعني بلاتفورم ايش اللي بدك اياه؟ طيب نجيب هذا المكان شوفوا احنا حكينا انه اي مكان اونلاين يحتوي على ترافيك ويحتوي على الناس المهتمين تبعيننا يعني منطقيا اي اكيد فيه ناس مهتمين بالهدف النهائي اللي احنا بدنا نسوقه ده هدف النهائي اللي احنا بدنا نحكي انه الكورسات وسيلة لوصول اليه صح؟ كافليت هذا المكان يحتوي على عدد من الناس برضو فعننا كتير بلاتفورم موجودة اونلاين كتير موجودة اونلاين الهدف اللي بدنا يا احنا انه نختار واحد منها بس احنا شايفينه الانسب بالنسبة لنا هذا هو كل الهدف واحد فقط هو اللي نمسكه ويكون هو فعليا الشيء اللي احنا مركزين عليه فقط باقل مجهود ممكن باقل مهام ممكنة كل يوم نعمل فيه اشي معين حتشوفوه هلا معي بالخطوات لعمل هذا الموديل فقط وبس تمام؟ ما حدا يقول لحاله لا انا لعيب بدي امشكلي الثلاثة اربعة خمسة لا اختار اسلوب تاني انت لعيب اختار اسلوب تاني ما تختار هذا الاسلوب هذا الاسلوب للناس اللي عارفين ايش يعني بلاتفورم وبدهم مهمة مهمتين باليوم فقط ويرقزوا فيها وما يتشتسب اشياء اشياء تاني تمام؟ تمام؟ تمام مثل ايش؟ خلينا نكتب عنهم مثل ايش؟ مثل يوتيوب يوتيوب عبارة عن بلاتفورم يحتوي على الكثير من الناس صح؟ ومليون بالمية في الناس اللي مهتمين بهدف معين من هدف الكورسات اللي بيتحققوا طح؟ يوتيوب طيب ايش كمان؟ ممكن مثلا فيسبوك جروب انا ممكن ابني هاني فيسبوك جروب والفيسبوك احنا عارفين انه يحتوي على مليارات الناس وبالتالي ايوه بينفع واكيد مليون بالمية فيهم ناس مهتمين بالهدف تبعنا صح؟ واحد ثالث يقول لي لأ انا ممكن انستجرام صح؟ انستجرام وايضا نفس العملية في عدد كبير بالناس وانا متأكد انه في العدد او المهتمين تبعينا واحد ثاني يقول لي طب اوكي انا انا برضو فيسبوك بس مش فان بي مش مش جروب لأ انا بدي فيسبوك فان بيج صفحة صفحة فيسبوك هاي هي البلادفورم تبعي انا بدي استغل اللي الترافك تبعي الفيسبوك معي بالصفحة انا تمام؟ واحد يقول لا انا بحب جدا جدا فكرة واسلوب سناب شات بحس انه معاي تمام اذا سناب شات واحد يقول لك لا انت يا هاني ما سمعتش انت قديم ما سمعتش بالتيك توك انا بدي اشتغل تيك توك تمام؟ ماشي ينفع تمام؟ طالما في ناس اوكي على راسي اوكي ما في مشكلة عندي تمام؟ واحد خامس يقول لي طب ماشي انا لا انا بحب الصوت فانا بدي اعمل بودكاست حلو انت هتستخدم البلادفورم تبع الايتونز انك تعمل بودكاست وتحاول يطلع بالرانك ويجو ناس على راسي تمام؟ وفكر كمان فكر ايش ايش الاشياء اللي انت بتتبعها الاشياء اللي انت بتمشي وراها ايش الابليكيشنز على الجهازك واقول لانا ممكن استخدم واحد منها في ناس اصلا وبالتالي انا ما علي الا ان ادخل جوا ادخل جوا عليه بس تمام؟ هاي هي الفكرة فاللي بدي ايا منك انك تختار واحد من هدول يكون مناسب اليك انا بصراحة لو انا رجعت مبتد ويدي اعمل هذا الموديل بصراحة شديدة بختار واحد من هدول الثلاث يا اما يوتيوب يا اما فيسبوك جروب يا اما انستجرام في هذا الاسلوب انا بتكلم مش يعني الفيسبوك جروب احسن من الصفحة لا بس بهذا الاسلوب هدول الثلاث انا بالنسبة لحلوين جدا خصوصا اليوتيوب يعني هذا رقم واحد طي ممتاز زي ما انتم عارفين الطريقة اللي حيتم فيها شرح هاي الاساليب كلها في هذا الفصل عبارة عن خطوات في اسابيع يعني حدخل الأسبوع الاول وقولك الأسبوع الاول لازم نعمل كذا وكذا وكذا الأسبوع الثاني لازم نعمل كذا وكذا وكذا وهاكذا وكي الا انت شايف انك ممكن تخلس المهام الاولى باقل من اسبوع Universitat على رأسي كبير ورائع جدا واعمل خلص الأسبوع الاول امشي في التاني في الثالث ليس تشارت ابدا انك المهام البلغ من المهام الخاصة الخاص باسبوع الاول لكن انا بضع shoe المبتدئين انهم بيحتاجوا هاي الفترة في عمل هاي المهام في بعض الامور اللي انت حكيتها ما شرحتهاش عمليا بغض النظر عن اللي حكيناه في الفصل الاول واللي ياريت ترجع له عن موضوع العملي في الفيديو رقم اثنين بالفصل الاول لكن الاشي العملي بيحتاج عمليا او رجيك كيف تعمله حتلاقي موجود في صفحة خاصة اخر اشي في هذا الفصل اسمها technical videos الفيديوهات اللي لها دخل بالtechnical هنا حتلاقي الامور العملية اللي انا ما شرحتها لانها عملية ومناسبة جدا للأسلوب لكن مهم جدا نكون عارفين انه انا مش هشرح لك عمليا الاشياء اللي ممكن تلاقيها في جوجل بسهولة في جوجل واليوتيوب صح مش هشرح لك كيف تعمل حساب جيميل ولا هشرح لك كيف تعمل حساب في فيسبوك ولا هشرح لك ايش يعني تشتري دومين لا هاي الامور سهلة جدا تعرفها في جوجل ويوتيوب ويا ريت تشوف الفيديو اللي حكيت عنه بفصلة الاول علشان تفهم انا ليش مركز جدا على هذا الموضوع طيب ماشي يلا نشوف الان الاسبوع الاول الاسبوع الاول سميته انا بعنوان التخطيط لبلانينج الاسبوع الاول هدفنا منه انه انخطط للدنيا تبعتنا علشان لما نيجي نشتغل ما نقول لحالنا هو انا ايش اعمل هلأ لا نكون عارفين بالضبط بالخطة تبعتنا احنا شو نعمل بالضبط صح طيب الويك وان الاسبوع الاول التخطيط مركز بثلاث امور الامر الاول هو انه نبدأ نبحث عن الكاستمر اللي احنا بدنا نسوق معه صح الكاستمر المهتم المناسب لإلنا بدنا ندخل نبحث الان مهمتك انت انك اولا تبحث عقليا تقعد مع نفسك بالعقل وتقول لحالك انا مين الناس اللي بناسبهم اسوق كورس السيلس فانيل او اسوق كورس الكوبيرايتنج او اسوق كورس الجوجل او عنات الفيس بوك او اسوق كورس لبنانينج الهم مين هم من هدول الناس المناسب لي الهم انه اسوقهم اسوق هذا الكورس الهم تمام ونرجع ل القاعة تبعتنا الكاستمر هدفه النهائي مش الكورس فبتك تطلع الهدف تبعهم النهائي وتقول لحالك ايوه هدول عن جد حيكون مفيد الهم لو عملوا اعلانات فيس بوك حيكون مفيد لهم لو عملوا سيلز فانيل تمام فتيجي هنا وتفكر وتقول لحالك منطقيا قبل ما تدخل جوجل قبل ما تدخل تسأل قبل ما تسألني وتبعتلي قبل ما تسأل ناس ثانين قبل ما تسأل في الجروب وتدخل تسأل عن الأمور هاي انت عقليا قول لحالك مين الناس اللي ممكن فعليا يكون بناسبهم الكورس اللي اسمه السيلز فانيل كمثال فتبدأ تقول لحالك طيب هل بناسب الكورس الناس مثلا اللي بيبيعوا كورسات الناس بيبيعوا كورسات هل حلولة اللي هاني شرحوا بالسيلز فانيل عشان ايك انا حكيتك من المهم ان تكون فاهم اشي عن السيلز فانيل فدارسها وفاهمها وبالتالي لما تجي تفكر بهال منطق انت تكون فاهم السيلز فانيل اصلا كيف بتشتغل ففاهم مين بتساعد صح وهذا ينطبق على كل اشي علانات فيسبوك علانات جوجل جروث بلانينج الكوبيرايتنج هاي الامر كلها صح فهل الناس اللي ببيعوا كورسات مفيد لهم هتقول لحالك هيك ايوه صح مفيد والله طيب كمل ايش كمان الناس اللي ببيعوا منتجات ايوه منتجات زي ما هاني بالكورس شرح وزي ما انا بعرف المنتجات هاي لو يكون قدامها فانيل روعة جدا هتكون طيب مين كمان مثلا شركات التسويق الناس اللي الناس اللي بتقول لك انا بسوق للشركات رائع جدا يكونوا عارفين اش يعني سيلس فانيل علشان لما يسوقوا للشركات يعملوا لهم هاي السيلس فانيل فايوه محيكون مفيد جدا لهم انه اسوق لهم كورس الفانيل اللي هدفهم النهائي شايفين يا جماعة نهكم نفكر افلت ماركتر بس كأنه منتج إلك انت مهتم بالعميل انت مهتم بهدفه انت ما بدك المهم فلوس انت بتقول بدي اسوقه للناس الصح لانه هادل بجيب فلوس شايفين كيف انا مركز معاكم طيب فكر كمان مين مثلا اطباء دكتور هل ممكن فعلا دكتور لما تحط امام الخطة التسويقية تبعته فانيل هيكون احسن طبعا مليون بالمية وابصم لك بالعشر اللي اني عملتها فايوه الدكتور تمام المحامين غيره 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 ايوه بنفعهم فانيل صح طيب مين الناس مثلا اللي بتابعوا اونلاين اشي معين مثلا انا بتابعك وانت بتنزل وزنك انا بتابعك وانت مثلا بتحسن نفسيتك انا مثلا بتابعك وانت بتضبط علاقتك مع ولادك انا مثلا بتابعك كيف تعمل الكيتو دايت وهي الامور كلها فالمتابعات بتنفع طيب الاستشارات بتنفع واحد يقدم استشارة هل من الجيد والمحترم انه يفهم سيلز فانيل علشان يجيب اكبر عدد من الناس ياخدوا عنده استشارات طبعا اكيد فهنا صار في عنا اشي زديد اسمه الكونسالتيشن صح كونسالتيشن كونسالتانتز المستشاريين ايوه حيفيدهم جدا فاهمين علي طب الناس اللي بيعملوا كوتشنج ايوه طبعا اللي بيعمل كوتشنج طبعا شايفين مجرد تفكير من غير ما ادخل جوجل ولا اسأل ولا ولا ابعث لهاني ولا اعمل اشي انا عندي صار واضح انه ايوه هدولا فعلا بينفعوا هدول الناس بينفعوا نحطهم دامهم فانيل الناس بتبيع كورسات الناس بتبيع منتجات عادية الشركات الاجنسيز اللي بتعمل اصلا تسويق للتانين في كتير شركات بس اللهم اللي بتعملوا هي حملات اعلانية بتقول لك تعال يا شركة انا بعملك ادارة لحملاتك الاعلانية وعطيني فلوس فمن الجيد والمفيد جدا لهم انهم يتعلموا عن السيلس فانيل صح فهاي اول اشي بدنا نعرفه اللي هو الكورسز ايه عفوا الكستمر تمام ابحث عن الكستمر تبعي الايديا الكستمر تبعي مين الناس اللي فعلا بناسبهم اعمل التسويق تبعي الخاص بهذا الكورس تمام سواء ان كان سيلس فانيل او فيسبوك او جوجل او غيره او غيره ماشي طيب الجزء التاني من البلاننج اللي بدنا برضو ندور عليه اللي هو جزء ايش جزء المحتوى احنا اتفقنا بالفصل الاول معلش اتفقنا بالفصل الاول انه ايوة لازم يكون فيه مفيش مجال وحكينا عنها بفيديو منفصل يا ريت تروح تشوفو الفيديو اعتقد رقم اثنين ايوة لازم يكون فيه لازم تعتمد على انه انت حتفيد الناس بالكونتنت عشان يشتروها من عندك لانه حاليا الناس عندهم حق الاختيار هم محرين بيختاروا مزي زمان عندهم حق الاختيار فطالما في واحد تاني بيشرح ليه حيجي عندك طمعا ليه انت بدلت تصويق كورس الفيسبوك انت ما بتعمل محتوى او ما بتعمل على الاقل الامور اللي هنحكي عنها الان انا هنا محتوى لا اقصد انك تعمل تعمل يعني كل يوم فيديو لا الان حنتكلم اكتر ان شاء الله لما نوصل ليه هذا الشخص حيشتري من خلالك او كيف اصلا حيعرف عنك وفيه هاني اللي هو صاحب الكورس بيحط محتوى يلا قنعني ليه ما اروه عند هاني انا واسمع منه ليه اسمع منك انت وانت ما بتحكيلي اشي فضروري يكون في عنا خطة محتوى الفكرة هون هلأ هي انه المحتوى هون لازم فيه له شرط هذا الشرط انه يكون مناسب للبلاتفورم شايفين ليش بكتبش عربي لانو خط بالانجليزي احلى مش عارف ليش طيح مناسب للبلاتفورم ايش يعني مناسب لبلاتفورم يعني مثلا لما تعمل محتوى عاليوتيوب لو انت اخترت بلاتفورم معك يوتيوب فاليوتيوب يعتبر محرك بحث يعني فيه ناس بدخل يوتيوب بدوره كلمات فبيطلع فيديوهات فيه ناس مثلا بدوره في جوجل فبيطلع فيديوهات يوتيوب فيه ناس مثلا بيكون يتفرجوا على فيديو فبيطلع لهم فيديو تاني جنبه فمن المنطق انه طبيعي جدا انه يكون عندي فيديو انا محتوى طويل بيشرح امور وفيه خطوات وفيه كلام كتير على اليوتيوب منطق لانه مناسب للناس اللي موجودين هناك مناسب للبلاتفورم انا مناسب الي كعميلك انا لو واحد ببيع كورسات وشفت فيديو واحد بيحكيلي عن محتوى معين فانا مناسب الي اعمل كليك واقعد اتفرج عليه واطول حعطيه وقته لانه اليوتيوب لبلاتفورم هو هيك بينما تخيل نفس هذا الفيديو امسكه وحطه على انستغرام مش هينفع مش مناسب ابدا انا عميلك اللي موجود في انستغرام البلاتفورم اللي اسمه انستغرام انا مش داخل عشان اعرف كيف اعمل كذا لا انا داخل اشوف حياة الناس اتابع الناس اللي امتابعهم الناس اللي امتابعهم شو بيعملوا شو بيسووا ايش جديدهم وين كانوا اليوم ايش عملوا اليوم شو صار بحياتهم هذا هو انستغرام فما تحط لمحتوى مش مناسب اليه حط لمحتوى مناسب اليه اطلع ايوه احكي عن البزمس طبعا واحكيي عن الاشياء بالمحتوى طبعا اكيد ولكن بطريقة تناسب انستغرام طبعا صح ما تطلع وتتكلم بفيديو طوله ساعة في انستغرام مش هينفع ابدا قسمه لعدة دقائق وحطه فيديوهات كتير صح انستغرام في ايش اسمه ستوري في انستغرام في اسمه انه لما تحط الفيديو يكون على الاكتر دقيقة يوتيوب مش موجود هيك اشياء فالبلاتفورم مش مناسب معه الطريقة الاولى تمام ضروري جدا هذا الموضوع يا شاب لازم تخطوه في بالكم اليوتيوب الفيديو اللي عليه لانه اليوتيوب الناس متعودين على عملية البحث فيه فطبيعي يشوفه فيديوهات طويلة عادي جدا طبيعي يشوفه واحد قاعد على كرسي وقاعد قدامه طاولة وقاعد بيحكي معاك عادي جدا طبيعي يشوفه واحد مثلا عامل فيلوج وبروحه بيجي ومعاه الكاميرا وبصور حاله عادي جدا بفيديو واحد بينما نفس الشخص هاد اللي بيسافر ومعاه بيعمل فيلوج نفس الشخص امسك نفس الفيديو حطه على الانستغرام غلط مش هيمشي حطه على تيك توك مش هيمشي اللي بيمشي انه يقسمهم ويصيروا يحطهم حبة حبة هيك بيمشي لانه هو هيك الناس الناس فوتوا بيشوفه بسرعة انت شو سويت انت شو عندك تمام مهم هدا الموضوع واتطلعوا اعملوا هيك في كل البلاتفورمات اللي بيدكي اياهم صح يعني مثلا جروب فيسبوك انت بدك تعمل جروب فيسبوك او بدك زائد طبعا مش او زائد تستخدم جروب الفيسبوك جروبات الفيسبوك اللي على الفيسبوك صح هذا هو المقصود في انه بلاتفورم جروب فيسبوك يعني انت حتعمل جروب فيسبوك بس برضو حتوخد امتيازات الجروبات اللي موجودة اصلا على الفيسبوك لانه هيك البلاتفورم وبالتالي انت حتمسك تعمل كونتنت في جروب فيسبوك الان هل من المنطق انك مثلا تفوت على جروب واحد تاني وطبعا هاي حنحكيها لما نوصل للاسبوع تبع التنفيذ ما تخافوش تمام تجروب واحد تاني وكل يوم تحط فيديو مدة ساعة مش حينفع هو اصلا مش هيقبل فيه لها طريقة فيه لها فيه لها كونتنت مناسب له صح مش زي اليوتيوب تمام نفس الاشي برضو سناب شات له شكله البودكاست لها شكلها الخاص صفحة فيسبوك لها شكلها الخاص صح طيب اذا هذا الشرط انه يكون مناسبة لبلاتفورم بعدين تيجي تخطط طبعا انت هنا عملية التخطيط احنا ما زلنا فانت بدك تيجي تقول طيب انا البلاتفورم تبعي يوتيوب اذا فيديوهاتي حتكون مثلا اه فيديوهات عن هاو تو كيف تعمل كذا طلاع صح مثلا فيديوهات عن مثلا اه اه انترفيوهات لو لو ما انا فاهم انه انه اللي بيحضرني الآن ممكن يكون مبتدئ فمستحيل يعملي لك اشياء بس انا بعطيك امثلة تمام انترفيو انه يا جماعة انا عملت انترفيو مع واحد اسمه كذا اونلاين فيحطتلكممكنها على اليوتيوب هذا نوع من انواع الفيديو ففكر ايش كمان انواع لو ما بتعرف ادخل على يوتيوب وشوف الفيديوهات الناس بحطوها مثلا فيديو مراجعة هذا نوع ريفيو لا اشي معين مش ضروري ريفيو لكورسات لا ريفيو لا لطريقة معينة مثلا لو جينا هون على الكورسز الناس اللي بيعوا كورسز ممكن تحط نوع من الانواع انواع الفيديو هذا النوع خطت فتقول لحالك مثلا ممكن احط فيديو كيف تقوم بعمل كورس وتضعه انلاين ويجب لك مبيعات بشكل اوتوماتيكي هاي how to هل هذا المحتوى شوفوا الكلام هل هذا المحتوى مناسب لا الاشي اللي منبيعه اللي هو السيلس فانيل ايوة لانه السيلس فانيل هي اللي بتعمل هيك هي اللي بتعمل المبيعات الاوتوماتيكي هاي اللي احنا نحكي عنها اذا هذا نوع من الفيديوهات how to فيديو تاني ممكن اعمل مش نوع how to اعمل مثلا اه اه دراسة حالة تعال او رجيك كيف واحد اسمه كذا حتى لو ازنبي مش مشكلة المهم انه حقيقة موجودة يعني تمام وين نلاقيهم يوتيوب جوجل مليانين انت اكتب بس ريفيوهات اكتب كيس ستاديلس بس سيلس فانيلس كيس ستاديلس وشوف بلاوي تمام كيف دراسة حالة كيف هذا الشخص حط كورس وباعه خلال يومين وربح منه 40 ألف دولار مثلا انا بيعطي امثلة مش ضروري الالقام المهم انه اشي نجح دراسة ناجحة صح هذا مناسب ل الكستمر اللي ببيع كورس ايوه مناسب طيب هل هذا شخص مناسب مع الاشي اللي من بيعه فانيلس فانيل ايوه اذا اوكي هيك احنا منخطط المحتوى تبعنا صح فاللي بديها منك انه تمسك كل واحد من هدول كل واحد من هدول وتحط له تخطيط الكونتنس تمام بس ادخل جوجل ادخل غيره ابحث 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 هاي هي تمام ادخل وابحث وشوف مثلا الناس الشركات الاجنس تمام ادخل على جوجل واكتب مثلا اكتب how to make money as a agency marketing agency وشوف المقالات هتلاقي ناس بيعطوا نصائح هاي النصائح انت عملها content يعني عادي وانا مشكلة تمام ايش هاني كيف شكل content وكذا هنحكي عنه لو ما يحكي بالتنفيذ بس هل لا التخطيط اذا هنا خلصنا المرحلة الاولى الكستمر بحثنا عنه عرفنا خلصنا المرحلة التانية content خططنا ايش المناسب للبلادفور بتبعنا زائد اعرفنا بالضبط انه كل واحد من العملاء الكسمة اللي اخترناهم ايش شكل content اللي ممكن يجي لعندهم تمام كافكار كافكار هنا ideas بس انا ما بقولك امسك content واكتبوا هل لا لا احنا هنا planning تمام حلو جدا طيب ثلاث ايش النقطة التالتة في التخطيط النقطة التالتة في تخطيط هي هنا طبعا هم اربع نقاط تجهيء الوفر بتذكرين الوفر الوفر اللي حكينا عنه بالفصل الاول بدك تخطط وتقول لحالك انا الوفر اللي احطه ايش فيه طبعا ياريت تشوفوا الفيديو الموجود بالفصل الاول لاني انا شرحت كيف تهندس الوفر كيف تحطه ايش الفكرة تبعته تمام فشوف الفيديو هتعرف الان تيجو تقول لحالك طيب انا بناءا على اللي هاني حكي بالفيديو اللي بالفصل الاول ايش الوفر ايش احط ايش احط لازم تناسب واحد من الكستمرز هدول لا طبعا لانه احنا بدنا سكيل احنا ما بدنا نبيع بس للناس اللي تبعين كورسات لا بدنا نبيع لهاي وهدول 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 وبالتالي احط اوفر يناسبهم كلهم صح فاجأول لحالي مثلا اي اي الاوفر تبعي هو كورس السيلسفاني اللي هاني عامله طيب هاني حاطت معاه شوية اشياء وبونسات اوكي ايوه حاطت تمام هلا انا بدأ اشوف ايش اللي ناقصوا كمان وايش ممكن انا احط فيه ايش انا ممكن احط بهي الاشياء اللي ناقصيته فبدأك تروح على البورد اللي عملناه بفاصل اول وتشوف الدي اي واي صح اللي هي التيتش بعدين done for you بعدين done with you متذكرين هم المربعات اللي حطناهم وكل واحد منهم يحتحتوي على ايش تحتوي على كتير اشياء ممكن نعملها صح نروح نمسك اشياء منها ونحطهم تمام ف sales funnel اوكي هاني عامل مثلا بونس مثلا 15 sales funnel حقية مع فيديوهات شرح لالها اه اذا انا مش هقدر او من التشتت من الخطأ اني اجي اقول له هعطيه قوالب sales funnel لا مش هتنفع لانه هاني موجود عنده فمش هتكون تجربة شراء كاملة هتكون تشتت زيادة بس طيب هاني عامل مثلا خرائط للفنل فانا مش هتكون خرائط طيب ايش مثلا done for you ايش ممكن اعمل done for you ممكن اعمل مثلا ملف اكسل انا لما شفت الكورس تبعت sales funnel شفت انه هاني شرح ارقام في فيديو كامل خاص بالتراكينج وكيف تحسب ارقامك طيب ايش رايك اعمل انا ملف اكسل جوجل شيت بحيث انه الشخص يضع فقط ارقام هو يحسب لحاله حلوة اذا هب حطناها صح هاي بتناسب كلهم ايوه طبعا فحلوة تمام فهمنا طيب مثلا انا شفت الكورس بحيث sales funnel مثلا ناقصه كيس السادي من اي تو زي طيب ما عنده الكورس فيه يعني بس مثلا كيس السادي من اي تو زي انه انا لو مثلا انا معاي منتج مثلا لابتوب كيف ابيعه بالفانيل واقعد اشرح فيديو مدته مثلا ساعة اشرح له ايش يعمل هب مزروري عملي مثل هيك مثل ما انا بعمل مثلا رسم او على هذا مجرد مثلا خطوات كيف يعمل تمام فيديو خطوات ايش تعمل فهذا ممكن احطه تمام المهم بدك تجهز الوفر بناء على teaching والdone for you والdone with you ماشي planning مش تجهيز انك تعمله planning الاسبوع الجاي اسبوع رقم اثنين حنعمل ما تخافش اوكي طيب ايش بضل عنا النقطة الرابعة انا كنت تفكرهم ثلاث طلعوا اربع النقطة الرابعة هي ال traffic channels traffic channels بدنا نروح نمشي على بلاتفورم ونعمل ملف excel او ملف google sheet ونكتب فيه عنوين وروابط القنوات مش قنوات اليوتيوب قنوات للترافيك في البلاتفورم يعني جروبات facebook حنفوت على جوجل على facebook ونبدأ ندور ايش فيه جروبات مناسبة جدا فيها العملاء تابعيننا ونحطها بملف ال excel تمام فانا عارف فيه جروباء جروب مثلا معين فيه الناس اللي جوا ببيعوا كورسات اللي هم العملاء اللي اخترناهم من هون اذا بروح اسجل اسم لجروب رابط تابعه صح اتنين انا عارف انه فيه جروبات مثلا ناس ببيعوا منتجات ملموسة وانا عارف انه انا ممكن السلسون الهضاء احكي لهم انه كيف يعملوه معه ماشي حلو بسجل اسم ورابطه انا عارف انه فيه كذا بسجل اسم ورابطه وهكذا قنوات يوتيوب ادخل ادورة قنوات يوتيوب صفحات فيسبوك ادخل ادورة صفحات فيسبوك تيك توك وسناب تشات وانستجرام ادخلوا ادخلوا اكتبهم تمام لانه هاي القنوات اللي احنا حنستغل اللي ترافيك تبعها بالاضافة الى قنواتنا احنا يعني احنا الاشي كمان اللي احنا منعمله تمام هو الاشي الحلو في البلاتفورم انه البلاتفورم زي ما انت موجود غيرك موجود فاحنا حنشتغل باللي النا واللي الهم برضو بنفس البلاتفورم اعتقد انها واضحة مش محتاجة توضيح مني اكتر هذا اللي بدنا نعمله في الاسبوع الاول بلانينج خطط لي هدول الاربع اشياء وحطهم عندك جاهزين كاملين علشان الاسبوع التاني هيكون الشغل الصح الاسبوع رقم اثنين الاسبوع رقم اثنين انا بسميته الستب تمام الاسبوع اللي حنجهز في الاعدادات حنجهز في الامور كلها كل شي هيكون عنا جاهز وقابل لأي شخص من عملائنا يدخل ويشوفه تمام اسبوع الستب كيف نجهز الاعدادات تبعتنا وهذا الاسبوع بنا نعمل فيه ثلاث اشياء ثلاث اشياء يعني بدك نجتهد ان نخلصها باسبوع ولكن لو طول معك الموضوع شوي ما في اي مشكلة طبعا بالتأكيد انك تتأخر عليها وتعطيها كمان اسبوع او تعطيها كمان يومين ثلاث عادي جدا يا شباب موضوع الاسبيع لا يعني ان انت ما انهتاش بنفس الاسكاجول والجدول اللي انا حاطه يعني انك انت خسرت او انت غلطت او انت خلص راحت عليك لا اعملها بوقتك انت لكن خليك مجتهد وجدي انك فعلا تشتغل تمام طيب تلات امور الامر الاول هو بساطة انه بدنا نبدأ نعمل ال اكاونت الحساب الخاص بالبلاتفورم نعمل الاكاونت تبع البلاتفورم لو انت مشترك في انستجرام اعمل الاكاونت تبعك انشئه تمام انشئه واعداده كاملا يعني مش تنشئ حساب وحط صورتك وجهز البروفايل وحط في الاشياء كلها وجهز الامور كلها اعملت مسلا اه اه ادخل اعمل انشئ حسابك في فيسبوك حط الصورة عليه في داخل حسابك الشخصي حط انك انت تملك او انت يعمل فيه وحط مسلا لينك تبع تمام حط صح زبط الاعداده تبعته يعني اعمله كامل انت بتبني بزنس تمام او انت بلاش احكي بزنس انت بتعمل اشي هاد الاشي مفروض تجيب لك فلوس فاعمله بدقة اعمله باتقان تمام موضوع بسيط جدا وما بده اي شرح انك كيف تعمل حساب في احد بلاتفورم عامل على يوتيوب ادخل وحط الاميج تبعت اليوتيوب وحط اللينك تبع الوفر في داخل الاميج حط البلايلست تبعتك زبط زبط ايميلك في الداخل زبط بحيث انه قناة قناة الواحد خلايا هلاقي قناة فعلا شكلها بزنس ما عليك لانه نعمل الاسبوع التالت اللي هو المحتوى والتفاعل المحتوى علشان يبدأ يعني الاسلوب يشتغل لكن كإعدادات اعملها بدقة بالله عليك مش مجرد انه انا اعملت وخلص لأ اعملت بدقة وبشكل فعلا كويس بشكل يدل على انك جدي ماشي هده اول شي بدنا نعمله بدنا نعمل حساب كاملا بكل ما في اتنين وهي مهم جدا برضو انشاء الوفر من ناحية المتيريال الوفر الوفر تبعنا متل ما شفته قبل قليل الوفر تبعنا يحتوي على امور بدنا نحط ها فيه صح هاي الامور بدنا ننشئ ها ايوه بدك تعمل ملف الاجسل اعمله بدك تعمل العشرة صفحات البيدي اف اعملها بدك تعمل اتجهز الفيديو اللي انت قلت بدي عطي اول ما يشترك من خلالي اعمله كله احنا احنا هنرسل الشخص الى صفحة الوفر صفحة فيها الوفر تابعنا اللي بيقول له تعال هتواخد كذا وكذا وهي البونس بالطريقة طبعا اللي هتشوفوها انتو ان شاء الله بالقسم الخاص بالتكنيكال فيديو القسم هذا انا حاكي لك كيف تبني صفحة الوفر بشكل عملي تطبيقي وبرضو ايش رتحط دوها ماشي هدول الثلاث اشياء بدنا نعملهم في الاسبوع التاني نعمل اكاونت تابعنا ونجهزه بعدين نجهز كل الوفر وبعدين نعمل الوب بيج اكتر اشي هياخد مننا وقت للأسف هو الوفر ماتيريال اكتر اشي هياخد وقت انه نجهزه لكن وين الغلطة اللي بتصير عند المتدئين انه بيبدأ يعني كيف الكلمة صح بيبدأ مش عارب كيف الكلمة بيبدأ يستهبل طبعا معلش انا بس مش لاقي انه بده بسرعة تمام فبيبدأ مثلا الوفر المفروض يحمله كذا متل ما خطط الاسبوع الاول لا ما بيعمله بكذا بروح ياخد كوي بيس او بيقول خلص بدل هاي خلينا احط هاي روح وياخد ملف موجود بجوجل وخلص وانتهينا او بدل ما يعمل فيديو بقول لحاله خلص بدل الفيديو اللي انا انا ناوي اعمله انا شايف انه احسن خليني اعمله مثلا صوت خلص اسرع اسرع فهنا المشكل اللي بتصير فرجاء اعطي لحالك وقت ما عندي مشكلة المهم خلص الماثيريال تبعة الوفر كاملا بالضبط متل ما انت خططت لها بالضبط بكل البيدي افس اللي انت عملتهم بكل الفيديوهات بكل الاصوات بكل اي اش بده خلصهم بشكل كامل وفعلا كأنك بتبيعهم يعني لما تعمل الفيديو كأنك فيديو بتبيعه لانه انت فعلا بتبيعه فعلا انت عرض الافليت او الاشي الافليت لكورس الفيسبوك او جوجل او غيره انت لما لما بدك تسوقه انت بتبيعه وبالتالي كل ما تضيف عليه اشي قيم اكتر هتبيعه احسن وتربح منه اكتر هاي الامور اللي جو المتيرية اللي تبعت الافر هاي الامور اللي بتفرق واحد بيطلع دولار او واحد بيطلع خمسمائة دولار هي هاي الامور اللي بتفرق فيريتك تنتبه لهذا الموضوع هيك الاسبوع التاني اذا ما عليك لانك فقط تنفذ تنفذ تعمل الاشي اللي انت بدك تعمله تمام بسيطة جدا يضل نكمل في الاسبوع الثالث الاسبوع الثالث الاسبوع الثالث اللي هنعمله هو نعمل الانجيج نعمل التفاعل بالمحتوى في هذا الاسلوب هتشوفوا انه هنتعامل بالمحتوى بشكل كامل لانه الاسلوب مبني على انه ما بدنا ندفع فلوس ما بدنا مهمات كتير بدنا مهمة واحدة او اتنين بالكتير يوميا نعملهم بسرعة ونحاول نبني نبني ونجيب النتيجة واتمنى انه انتو فاهمين انه في بهذا الكورس في اكتر من اسلوب وانا ماشي فيهم بتدريج بحيث انه في النهاية يعني يكون كل شخص مهما يكون اختياره الاسلوب سيكون مناس بلقله ان شاء الله اللي هنعمل في اسلوب الثالث هو هنعمل تفاعل بس مش اي تفاعل تفاعل بالمحتوى الاسبوع الاول لما خططنا في اشي خططنا له صح لو ذكرتوا اسمه traffic channels صح قنوات لترافك حكيت لكم روحوا على اللي انت اخترته وشوفه وين قنوات لترافك الموجودة اللي ممكن يكون فيها عميلك انت اللي نفسك تسوق له صح لو انت اخترت بلاتفورم قناة اليوتيوب روح شوف القنوات الاخرى في اليوتيوب اي هي القنوات هاي اللي فيها ناس بتابعوها ممكن جدا يكون عملائك صح لو انت اخترت جروبات فيسبوك اخترت صفحات فيسبوك اخترت حسابات انستجرام روح شوف حسابات انستجرام فيها ناس بيحكوا عن الانت بتحكي فيه وفي عندهم عدد بحيث انه انت عارف ان هدول عملاء يعني ممكن جدا يهتموا باللي انت حتسوقه صح هدول الان عندنا ملف كامل موجود من الاسبوع الاول اللي جهز الان اللي بدنا نعمله هو ان ندخل على هذا الملف ونبدأ نسجل في هاي القنوات اللي طبعا بتحتاج الى تشجيل صح في جو البلادفورم اللي اخترنا يعني جروبات فيسبوك فيسبوك جروب تمام بيحتاج انك تدخل وتعمل جوين وبالتالي روح اعمل صح لو جينا مثلا على اليوتيوب اليوتيوب مش بيحتاج تدخل وتعمل اشتراك في اشي ابدا يعني مش محتاج تدخل وتعمل حساب اللي محتاج وتعمل انك تعمل سبسكرايب صح فتروح وتعمل سبسكرايب تمام ماشي لو شفنا انستجرام انستجرام مش محتاج تعمل اشي الا انك تعمل فولو فأدخل وإعمل فولو لهدول الناس اللي هم فيهم الناس اللي احنا متأكدين انه اللي بتابعهم او اللي موجود عندهم بالشانل تبعتهم في ذلك البلادفورم هدول الناس بهمونا الناس هيهتموا باللي احنا بنحكيه تمام هذا اول اشي هنا اولا بدنا نعمله هو انه ندخل ونعمل هذا الموضوع اخذ مننا يوم يومين ما عنا اي مشكلة تمام ونعيد المواضيع كلها اللي نعملها تمام حلو جدا خلصنا خلصنا الان رقم اثنين اللي هو الاهم طبعا رقم اثنين والاهم رقم اثنين نبدأ نضع المحتوى نحط الكونتنت بالشكل الصح المناسب متل ما اتفقنا للبلاتفورم لازم يكون مناسب للبلاتفورم تمام طيب الكونتنت هون فيه الو امرين الكونتنت هنضعه يا اما المكان الاول في التشونل تبعتنا يعني التشونل تبعتنا في داخل البلاتفورم او التشونل تبعت الترافيك تشونل اللي حسجلنا فيهم تمام فحيكون المحتوى سيتم وضعه في قناتنا زائد انا قلت او او صح غلط مش او وزائد هنحطه برضو في التشونل التاني اللي احنا بنعملها اللي عامدك تفكر بالضبط ب البلاتفورم تبعك تمام لانه الكلام بيختلف على حسب بلاتفورم بس هل اعطيكم اكتر مثال فكر فكر بلاتفورم تبعك هل هل تستطيع انك تضع محتوى في التشونلز الاخرى وفكر فيها لو اه اذا هاي هي طريقة وضع المحتوى في التشونلز الاخرى هل يمكن تضع كونتنط اللي طبعا اكيد يعني في التشونل تبعتك نعم اذا هاي هي الطريقة لتضع فيها في التشونل تبعتك صح؟ الشانل الخاصة فيك قناتك انت وهنا لا اقصد قناة يوتيوب انا ما اقصد قناتك لترافيك تمام اللي هي اليك انت وانا مش قادر اقول تملكها لانك انت بصراحة لا تملكها هي لصاحب الموقع صح؟ لكن هي تشانل اليك قناتك انت تمام الان هاي القناة قنات لترافيك الخاصة بيك هنضع فيها كونتنت طبعا يكون مناسب مناسب لعميلنا مناسب للي خططنا في الاسبوع الاول رجاء اذا انت ما عملت الاسبوع الاول الاسبوع الثاني وجايت تعمل هنا على طول حتى تلخبط مش هتعرف شو تعمل بينما لو انت مخطط بالضبط ايش الكنتت اللي احطه مين هم عملائي مثل ما عملنا في الاسبوع الاول هتلاقي الكلام هنا سهل ما في اشي تمام فهتحط كونتنت زائد على كل كونتنت من هاي الكنتنت تحط ايش تحط يعني رابط الافليت التوصية تبعتك تمام مش رابط الافليت اه شفته ما لش تخربطه تحط تحط الرابط الافر الافر بيج صح رابط الافر مش رابط الافليت هاي غلطة كانت مني حلو اذا لان هالقناة تبعتنا قناة الترفيك تبعتنا احنا يمكننا انه نعمل فيها البدنية وبالتالي انا حطيت فيها محتوى ومع كل محتوى بدي احط رابط الافر يا جماعة هاي رابط الافر تمام طيب لما تكون في قناة اخرى قناة اخرى مش النا احنا صعب او من الخطأ بديش احكي صعب من الخطأ انه نعمل هذا القسم وبالتالي احنا بس اللي حنعمله هو انه نحط كونتنت مفيد مناسب لتلك القناة طبعا مناسب لقناة للترفيك اللي احنا ماشينا عليها ما فهمنا مهمة جدا ما تعب له سبام ما بدي شغل سبام ابدا ابدا لما تكون القناة مش اليك انت فقط فقط حط كونتنت لما تكون القناة اليك انت فقط حط كونتنت زائد الافر تبع البيج لانها اليك ماشي طيب نعطي شوية امثلة نفهمها اكتر ماشي تخيل انك انت مثلا اذا البلاتفورو تبعك يوتيوب اذا يوتيوب لما تيجي تفكر بنفس المنطق يوتيوب واحد يور تشونيل قناتك انت يوتيوب اذا اللي ممكن تعمله انه منطقيا صح اولا يا هاني انا بامكاني بشكل كامل اني احط فيديو في قناتي مباشرة يعني فيديو اول ما واحد تدخل قناتي حيكون في فيديو اللي هو الفيديو الاول في قناتي صح الفيديو اللي اي واحد جديد بدخل عقناتي حيشوفه اكيد انتم فاهمين علي صح الفيديو الترحيبي الولكم اللي اول اما واحد ادخل قناتي يوتيوب دوت كوم سلاش يوزر سلاش هاني حسين ادخلوا على هذا اللينك هتلاقي في فيديو ترحيبي هذا الفيديو الاول ماشي هنا انا ممكن احط في كونتنت لانه الي انا حر ما بحدا يحييجي ويقول لي انت كيف تحط عندي محتوى انت انت سبام لا هذا محتوي انا انا حر تمام وفي داخل هذا ممكن زائد هون احط الويب بيج تبعت الاوفر صح بامكاني اعمل هيك طيب بامكاني كمان اني احط كونتنت وين في داخل القناة نفسها يعني فيديوهات في داخل القناة وكل فيديو من هاي الفيديوهات بدلو نروح على الويب اوفر عادي جدا وما حدا ممكن يقول لي كلمة صح لانها الي هاي القناة الي هذي تشانل الي انا صح الي انا مش لأي حدا طيب لما يكون اتنين التشانل مش اليك تمام للترافيك تشانلز هاي تبعت الناس التانيين مش اليك يوتيوب برضو على اليوتيوب احنا لا نتكلم عن اليوتيوب ايش الوسيلة الوحيدة اللي ممكن نضع فيها كونتنت فكر ايش تعليقات بس بس هل في مكان تاني لا تعليقات مفيش مكان تاني القناة مش النا قناة اليوتيوب مش النا لا واحد تاني فكيمنا نحط فيها محتوى مفيش الا انه يا اما نتفق معه وهذا طبعا مش هيصيل انه احنا مبتدئين ما احد حيوافق لكن لو حدا وافق اوكي هي حل نتفق معه نقول له بنا نحط عندك الفيديو تبعنا خليه شوف مين حيرود عليك اتنين التعليقات اذا هون عندنا كونتنت اذا بدنا نلتزم نلتزم بالشرط اللي حكيناه فوق الشرط اللي تكلمنا عليه هنا هذا الشرط اللي هو انا بد اكتب كونتنت فقط تمام مش حكتب اوفر بيج حكتب بس كونتنت طيب وهنا التحدي في عمل هذا الاسلوب التحدي انه انا فقط افيد الناس بس فقط ادخل اي واحد معلق تعليق سؤال ادخل اجاوبه حتى لو صاحب القناة جاوبه ادخل جاوبه ايوه ما بينزعج انا انا كصاحب قناة هاني لما ادخل اشوف واحد برد على اسئلة انا بنبسط من جوه ايوه انا مبسوط يعني المهم يكون ردي كويس ولو رد في شوية خطوء يعني في خطأ صغير برد بجاوب تحت بس ما بحكي انه غلط لانه انا صاحب القناة ما بدي حدا يزعل مني فهمت الفكرة فالكونتنت حتفيد جدا الناس اللي فيه اللي جوه تمامز هلا ايش اللي حيصير هذا ايش يعني تعا نفكر بمرحلة اعمق طب اوكي انا عشان اعمل هيك انا ممكن اعمل سبسكرايب لكل القنوات اللي فعلا فيها ناس مهتمين واشغل الجرس عشان اول ما يحط الفيديو افوت انا واكتب اول تعليق اول تعليق دائما يرى بسرعة شفتوا كيف الفكرة فممكن جدا الشخص اول ما يحط الفيديو افوت اكتب تعليق وين التحدي التحدي انه مش هدخل واكتب انا اول واحد علق ها 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 لا طبعا هذا مش هيجيب لك اي ترافك احنا عاملين هاي العملية عشان ناخد ترافك صح لازم يتعلق اشي يضيف للناس او على الاقل يوضح للناس او على الاقل مثلا يبين للناس اكتر ويسهل عليهم كلكم بتشوفوا الفيديوهات اليوتيوب لما مثلا تيجي تشوف التعليق الاول واحد ايش كاتب من الدقيقة واحد الدقيقة ثلاث بتكلم عن كذا من الدقيقة ثلاث الدقيقة سبعة بتكلم عن كذا وحاطت عشان الناس ايش اتوفر وقتها وتفوت وتشوف هذا بتلاقي عليه اكتر لايكات الكومنت بيكون عليه اكتر لايكات ليه لانه فادي الناس هلا انا ما بدي اياك تعمل هيك لانه احنا هدفنا انه ترافك انا ما بدي يعمل اللايكات انا مش مهم عند اللايكات انا بدي الناس يعملوا كليك علي انا يعملوا كليك عشان نفوتوا على قناتي وبالتالي لازم اكتب فائدة فممكن اضيف هاي الشغلة ماشي ممكن اقول من الدقيقة واحد للدقيقة اربعة اتكلم عن كذا تمام واحكي انت ضيف اشرح مش ضرورة تشرح مجلد بس احكي معلومة مفيدة بعدين من الدقيقة سبعة لدقيقة كذا اتكلم عن كذا وضيف معلومة مفيدة تمام هايك هيك انت فدت مع عملية الحركة هاي الناس بحبوها حركة التسهيل بالوقت فممتاز شفت كيف التفكير فانا ممكن جدا ايوة يا هاني صح اشغل الاشعارات اول تعليق افينز بعدين خلال يومين ثلاث اللي هو الايام اللي بيجي اكتر فيوهات على الفيديو يومين ثلاث اسدل عندي مهمة اني ادخل على هذا الفيديو وارد على كل الناس اللي بتسأل اسئلة انا حفيد فيها كأنك صاحب القناة متخيل معاي انت كأنك صاحب القناة انتو عارفين انا من اي منتقناتي من زمان كم فيديو فيها 500-600-900 فيديو مش عارف تمام في اشخاص في اشخاص انا بعرفهم من التعليقات اليوتيوب في ناس بيرسلوني على الايميل بقول ايوة انت اللي بتعلق على اليوتيوب شوفوا لأي درجة ليه لانه ما بيعمل اللي انا بحكيه ولكنه مجتهد يعني بتلاقيه مثلا برد عن الناس بس مش بعمش زي انا بحكيه مش بطريقة حلوة زي هيك لا بل بطريقة عادي عشوائية انه انا شفت سؤال انا بعرف عنه فبدي افيد الناس تخيل معي ومع ذلك انا بعرفهم مش بعرفهم باليوتيوب بعرفهم بالايميل شوفوا لأي درجة فايوة هاي اشي مهم جدا انك تعمله وبالتالي لما تعمل هيك هتلاقي ناس تلقائيا بيعملوا كليك عليك عشان يشوفوا انت مين هو انت تكررت كتير انا بشوفك كتير في القناة انا بعرف عنه انت بتفيد كتير ناس فلما يعمل كليك وفوت عقناتك السلام عليكم دخل عنا ترافيك تمام وفي الحالة هاي الان بيبدأ فيديوهاتك يشوفها وكلما شافها اكتر كلما كانت في يعني زوار اكتر لصفحة الافر وكلما كانت في زوار اكتر صفحة الافر كان فيه ارباح اكتر ببساطة الموضوع فعلا هيك ارقام تمام طيب يا هاني اللي بتحكيه انت ياه هياخد وقت طبعا ما انا شو حكيت لك في اول اسلوب شو حكيت لك او في اول فصل قلت لك فيه اساليب تاخد وقت بدك الارخص ما تقول لحالك طول ما هو ارخص معلش فاختار اللي بناسبك شايف هاي بتطول ومجهودها قليل اللي انت بدك مجهود اكتر شوف الاسلوب التاني الاسلوب التاني حتشوف انه تقريبا شبه هالاسلوب ولكن في عليه جهد اكتر وبالتاني نتيجة اسرع فلو مش عاجبك شوف التاني فيه ناس حيقول لك لأ تمام شفتوا ليش حكيت لكم من المهم انه تكون بتعرف عن المنتجات علشان تعرف تعمل اللي انا بحكيه لازم تحط محتوى لازم تفيدهم لازم لما واحد يسأل اشي مش موجود في الفيديو هب انت تجاوه ياه هو هذا الكلام الصح او حتى لو موجود الفيديو بس مش موضح انت وضحه تمام طيب انشوف ايش ثاني ماشي هاني انت حكيت لنا عن يوتيوب طبعا عطينا كمان مثال لو حكينا انه مثلا البلاتفورم اللي انت اخترته هو مثلا فيسبوك فيسبوك تمام هذا هو البلاتفورم اللي انت اخترته طيب لو فكرنا نان على قناتك يور تشانيل ايش ممكن تكون صفحة صفحة فيسبوك لا والله هاني الريتش الريتش قليل خلينا على الجروب ماشي انت حر انت اختار اللي انت بناسبك الجروب فيسبوك هاي قناتك بالفيسبوك بالبلاتفورم اللي اسمه فيسبوك انت قناتك جروب فيسبوك ماشي حلو جدا اذا هون عندك فيسبوك جروب صح طيب اذا زي ما اتفقنا ايش الكونتنت اللي ممكن يكون ايش بوستات على جروبك انت بوستات كلامية صوتية فيديو اللي بدك هي طيب ايش ممكن اعمل انا ممكن اعمل بن بوست مش هو مش هي الشانيل الي انا حر ممكن اعمل بوست يكون بن بن على طول دايما موجود اول اشي بيشوفوه الناس حلو حلو هاي الفكرة وبالتالي هذا ممكن يكون البوست اللي فيه الوفر تبعي في الوفر انه يا جماعة هل بدك تعمل كذا هل انت واحد بدك تبيع كورس هل انت كذا كذا هل انت كذا السيلس فانيل السيلس فانيل مهمة مش عارفش وبتحكي عنها وياريت لو كان فيديو لانه مش هيقتنع الشخص بكلام بس على البوست طبعا انا بحكي لو دخل اول مرة شافك واول مرة شاف البوست لكن مع اللي حنحكيه والفايدة حيكون كافي انه بوست وخلص طيب كونتنت اذا ممكن احط بوستات بكل انواع في جروبي انا ممكن احط اعمل بن بوست واحطه فوق على اول اشي في جروبي ممكن احط كور شوفوا لاي درجة كور كور تبعي جروب جروب كور والجروب الكور هذا يكون فيه لينك برضو وحاطت فيه اشياء وحاطت فيه الشكل الصوري للأفر تمام وهذا اشي طبعا يعني بدك تعرف كيف اعمله شوف القسم اللي اسمه تكنيكال فيديوز تمام حتعرف كيف شو الاصدي عنه شكل لأفر شكل تصميم تمام واحط اللينك تحت هذا كمان محي خليهم يقولوا ايه طب وكيف بدأ افوت يعني فرصة انه يدخل هذا اللي بدنا احنا فرصة انه يدخل احتمالية انه ترافيك يفوت على الأفر صح فهاي كلها عبارة عن كونتنت وفي داخلها انا ممكن احط الأفر عادي جدا ما في مشكلة لانه الي طيب لو جينا قلنا طب اوكي اللي مش اليك تمام اللي هي ايش صفحات فان بيج اه مثلا جروبس ايش ايش فكروا مثلا ايش شب مثلا مثلا ايش ايش بالفيسبوك كشانل ترافيك 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 تشانل انت ممكن تدخل عليه طيب لو جينا فكرنا ايش الكونتنت اللي ممكن تضعه هناك لو جينا مثلا على الصفحات الصفحات اغلبها ما بتسمح للغرباء يحطوا بوستات فيها صح بس الجروب ايوة كل الجروبات بتسمح انك تحط بوست فيها اذا هون انا ممكن احط بوست مش تعليق بس لا بوست طيب زائد ممكن احط كومنت متخيلين معاي بالجروب الصفحات انا مش ممكن احط بوست مش حينفع الصفحات ممكن اكتب تعليق عادي بأي صفحة ولو كان حلو ومفيد وبعملش فيه بروموت لان القاعدة هون لما يكون الترافيك تشانل مش اليك القاعدة انه ما نحط لينكات بس مفيد فائدة بس الناس لما تعمل كليك هتفوت هتلاقي عندك الاشياء تبعي تبعي طيب في الفيسبوك يهاني في بحسابك لو انت بدك تكتب وتعلق بحسابك مع انه انا برأيي الشخصي انك علق واكتب كصفحة كصفحة مش كحسابك الشخصي المهم لما يعمل كليك ويفوت حيلاء اي مباشرة مثلا في حسابك الشخصي اشي مكتوب فيه مثلا وورك صح او وورك ان وورك ات وهنا لينك هذا اللينك ممكن تحطه انت صفحتك ع الفيس بوك او جروبك ع الفيس بوك فالناس هتعمل كليك هتشوف هتعمل كليك صح وحسابك الشخصي ايضا اليك فانت بتحط فيه البدكية فممكن تحط اشي بوست خاص بالموضوع برضو نفس الاشي وفي لينك لجروب تمام فهمتوا علي المبدأ انه القناة مش لنا ما بدنا نعمل offer احنا بس من feed وهم حيفوتوا لحالهم هم حيفوتوا حيعمل كليك ويفوت حيلاقيك هيبعتلك اسم messenger تمام مش هيبعتلك اسم اس اكيد يعني هيبعتلك messenger تمام هاي طبعا messenger على اساس messenger تمام ايش يعني هاني messenger او يعني انا حسابي الشخصي او حسابي الصفحة بدي اهتم ادخل كل يوم على المسيجات عشان اشوف الناس براسلوني طبعا ولو كان حسابك الشخصي برضو ادخل على request مش واحد غريب ما بيعرفك لو بعتلك ايه message بتروح على request تمام روح ادخل برضو وشوف كل يوم مهمة من مهامك انك تعمل هيك خلاص انتهينا صح فممكن يبعتلك messenger سواء صفحتك او احسابك الشخصي او group صح طيب ممكن زي ما حكينا يدخل على profile او الصفحة او كذا وهناك هيلائي click يدخل فيه على الاشي تبعك channel تبعتك يعني هذا click علشان يروح على channel تبعتك مثل من الضبط اللي ما حكينا على youtube الclick الموجودة لما يعمل click على التعليقات في youtube هدفها انه يروح على channel تبعتك ما هو channel مش لنا فاحنا هنروح عندهم من الخطأ ومن الاسبام ومن قلة الاحترام انه نروح عندهم ونسرق الناس اللي عندهم عشان نروح الوفر هذا خطأ وتفكير خاطئ تمام اوعى اوعى تلاقي اعلان على صفحة facebook اعلان وتروح تكتب post علشان صاحب الاعلان عامل اعلان فبوستك يبين من اسوأ واكثر الحركات اللي بتعصبني بصراحة الحركة هاي اكون انا عامل اعلان الاقى واحد كاتب بوست وبيعلن عن اشي له اللي هو يعني عارف بده يركب المعلن بده يركبه فحركة مش هتخليك صاحب يعني تفكر صح حركة هتضرك انت قبل كل اي حدا في الدنيا فما تعمل هاي الحركة حلو واصلا غلط تعملها مش هتفيدك لانو احنا قولنا من نفيد فمش هتعمل انت هيك صح طيب ماشي المبدأ واضح جدا بتختار البلاتفورم بتشوف ايش القناة تبعتك كيف ممكن يكون المحتوى فيها بعدين ايش القناة الاخر كيف محتوى فيها وهكذا صح لو حكينا عن انستجرام وانا مش حكته بس انستجرام لو اطلعت انا ايش المحتوى ممكن احطه الي تشانل تبعتي ايوه حسابي انستجرام ببساطة انا ممكن احط فيه فيديوهات صور كلام صح ممكن احط لينك على البيو تبعي دايما احط المحتوى وفي اخر المحتوى او في اخر الكلام اعمل call to action انه يا جماعة روح شوفوا البيو اللينك في البيو يعيني علي وين الغلط ايلي انا حر قناتي هاي تمام قناتي اللي ترافك تبعتي انا حر تمام طيب القنوات التعليقات الوحيد اللي ممكن نعمله التعليقات مفيش غيرها التعليقات مش حنقدر نحط عنده post مش حنقدر الا طبعا لو اتفقنا معاه ودفعنا لفلوس تعليقات طيب نفس اليوتيوب تعليقات معناته بدي اعمل follow لكل الناس واشغل الاشعار اشغل الاشعارات بعدين اول تعليق لما ينزل اشي افوت انا على بعدين انتبه للناس اللي بيسأله واجاوبهم مفيش هو هاد الحل الوحيد اللي منكم سامعني وانا بتكلم وبيقول يا هاني معقول هاد بينجح وفوت ناس صدقني بينجح بس هو بياخد وقت اكون صريح معك طبعا لانه بدك عمولة العمولة هي مش هتيجيك من اول واحد بدخل عندك الوفر لازم يدخل عدد لازم يدخل عدد لانه الموضوع كله ارقام نسبة وتناسب ارقام دخل عدد اكتر هيشتري ناس اكتر بس فالموضوع ايوه بياخد وقت بس صدقني بيمشي بيمشي فعلا تمام تمام طيب هلا بعد ما نعمل هيك فيه اشي نقطة وطبعا النقطة هاي عمليا هشرحها برضو بالتكنيكال فيديو شوفوا انتو خلاص خدوا بعين الاعتبار انه اي اشي فيه شرح عملي لازم اعمله تلاقوه في التكنيكال فيديو تمام ايش هاي النقطة النقطة انه اللينكات يعني مثلا اللينكات اللي في اليوتيوب مش فيه لينك عشان يود الناس على الوفر بيج صح؟ طيب هاي اللينكات لازم تكون انت عاملها تراكينج لازم تكون متبعها ايوه لازم تكون عاملها تراكينج والامر بسيط جدا على فكرة مش محتاجة اي ادوات وكذا هي ادامة جانية بتلي او جوجل اناليتكس تمام والطريقتين انا شارحهم بفيديو موجود في القسم اللي عكت لكم عنه تمام لكن لازم تكون متبعهم لازم تعرف بالضبط انا دخلني عشرة من الفيديو اللي اسمه كذا لو كانت يوتيوب انا دخلني اتناش عشرين تلاتين واحد الشهر اللي فات من الفيديو اللي حطيته بجروب كذا وهكذا كل محتوى بتحطه في لينك في لينك للوفر لازم تكون متابعه ما فيش مجال ابدا لازم تكون متابعه طيب هيك خلصنا اسبوع التالت هذا اللي بدنا نعمله اللي بدك تعمله انك تدخل وتعمل كل هاي الامور اللي حكيناها اولا الترافيك تشانل ستدخل تسجل في اللي بدو يتسجل فيه زي الجروبس مثلا زي اليوتيوب سبسكرايبارز زي مثلا تعمل فولو للانستجرام وهي الامور كلها تمام اتنين تبدأ تحط المحتوى اخر اسبوع في هذا البيزنس موديل الاول اسبوع الرابع اللي بدنا نعمل فيه تراكينج وبتمايزينج بس يعني اللي عملنا في الاسبوع التالت حنظلنا نعمله كمهام يومية واحدة وبسيطة بالنسبة لنا المهام هي ايش نحط محتوى في قناتنا زائد محتوى في قنوات غيرنا محتوى في القناة اللي اخترناها في البلاتفورم تبعنا زائد القنوات الاخرى الموجودة على نفس البلاتفورم تبعنا ونضع المحتوى المناسب لهم لو كانت قناة يوتيوب نحط فيديوهاتنا نحط الاسبوع نحط الكاردز نعمل بوستات على يوتيوب لان تعرف انتم حديثا صار ممكن تحط بوست على يوتيوب القنوات غيرنا نعمل تعليقات لانه مافيش حل آخر بإفادة بدنا نزود الأمور أكتر نعمل نشغل الإشعارات نشغل الجرس نكتب أول تعليق نتابع يومين ثلاث نفس الفيديو ونبدأ نرد على الناس اللي فيه نحط فيديو ترحيبي بحيث لما واحد يعمل كليك على قناتنا حيدخل عليه ويشوفه فمن الجيد جدا 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 انه يحكي لهم ليش لازم يقولك سبسكرايب أو ليه لازم يفوت يشوف القسم الفلاني أو الفيديو الفلاني أو البلايليست المعينة وهكذا لانه بدك تمشي وانت على الأوفر تبعك تمام الآن هذه المهمة تبعتك الآن علشان يكون هذا العمل كله بشكل متصاعد ومتحسن دائما لازم نعمل أسبوع الرابع بالشكل الصح لازم نعمل نبدأ بعمل التراكينج والأوبتمايزينج مع المهام اللي احنا بنعملها تمام طيب احنا اتفقنا انه أي لينك يؤدي الى الأوفر هذا لازم يكون نعمل له تراك تمام وحكتلكم انه ما تخافوا كيف نعملها يا هاني موجودة بشكل كامل بالقسم اللي حكينا عنه الآن طالما كل لينك عليه تراك اذا احنا هنعرف هل احنا بدأنا اليوم هل احنا هنتصاعد ولا لأ صح هاي مهمة جدا هل اللي ترافك تبعنا بيزيد ولا لا واللي ايش اللي حلو بهذا الاسلوب هو انه الامور اللي انت بتضعها assets ايوة التعليقات هاي حيشوفها ناس كتير الفيديوهات على اليوتيوب يا ناس كتير حيشوفها ايوة انت بتدخل الى قنوات ناس تانين وبالتالي هدول الناس كلما يعملوا branding او promoting واعلانات وغيره اكتر انت هتبين اكتر تمام هاي امور تعتبر assets بالنسبة لك موجودة وبالتالي كلما تضع اكتر في البداية مش هتشوف نتائج مش هتشوف نتائج بعدين تطلع 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 بشكل خفيف خفيف انت وجهدك انت وجهدك انت وجهدك بعدين فجأة تلاقي انه بشكل organic من غير ما انت تعمل اشي وطبعا انت لازم تستمر في عمل هذا الموضوع من غير ما تعمل المجهود الكبير وبمهام بسيطة مثل ما انت شفتوا مهمتين بس تمام ومهمتين مش يوميات يعني مهمة انك تضع محتوى في قناتك هاي مش يومية اعملها كل بالاسبوع مرتين ما في مشكلة لكن مهمة انك تضع محتوى بقنوات التانية لانها سهلة ايوه هاي يومية بتكون عليك تمام فتيجي فجأة تلاقي انه بشكل بيفوتك عدد كويس للأفر وبالتالي حتشوف انه مبيعة يوميا مبيعتين يوميا وهذا رائع جدا احنا نحك عن بزنس بدخل اكتر من الف دولار مبيعتين يوميا ايوه مبيعتين يوميا في اي كورس من كورساتي هذا يعني شايف انه بسيط جدا ولكن عشان نعرف احنا ماشيين صح ولا غلط لازم نعمل هاي الفكرة لازم نعرف بالضبط نعمل نكون عارفين انه نحن نعمل 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 يتصاعد 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 للأعلى هذا مهم بالنسبة لازم نعرف عن جد تمام بالنسبة الان عملية تراكينج لما نعملها صح هنعرف نعمل optimiz يعني لما تيجي وتقول لحالك ايوة الفيديوهات اللي من نوع كذا هدول جابوا اكتر traffic اذا الان انا لما بدي اعمل فيديوهات هحسن بحيث انه اخليهم من نفس النوع نفس نوع الفيديوهات هنا اللي جاب لي اكتر traffic لانه انا بعمل optimiz صح لما تكلمت في الجروب الفلاني عن كذا لما حطيت post في الجروب عن كذا post في جروب فيسبوك لما حطيت post عن كذا اجا كتير تفاعل وكتير ناس ارسلولي مسيجات اذا انا بدي امسك هذا الشكل من الكلام وابدأ احط بانواع اخرى يعني اجرب مرة احط فيديو اجرب مرة احط مثلا مجرد كلام بس بشكل مختلف بس نفس المبدأ اجرب مثلا اعمل اعمل نفس اللي عملته الكلام هون اللي عملته ولكن بمكان تاني يعني مثلا انا عملت فيديو في داخل post على group والفيديو جاب نتائج حلو الناس انبسطت منه تمام امسك هذا الفيديو وحطه بصفحة الفيسبوك مثلا او اني احاوله لكلام وحطه بgroupات تانية او اني نفس الفيديو اللي حطيته بهذا group احاول انشره في مثلا group ين ثلاث طالما جاب نتيجي هون لانه انا بعرف انه اشتغل عشان عملت tracking وبالتالي الان بدي احسن بدي اخلي optimize احسن تمام برضو optimize هون بتيجي بايش optimize يعني انت شفت انه انت عملت 3 4 بوستات يوميا في group ات مختلفة زائد رديت على 2 تعليق بس ومع ذلك شفت تصاعد بعدد الناس اللي رسلوا لك مسيجات او الناس اللي دخلوا l-offer اذا ليش ما تقول لحالك بدي اعمل optimize وبدل ما احط 3 تعليقات زائد مثلا 2 بوستات على group ات طب لأ ليش ما اخليهم مثلا 7 و 5 و اشوف ما انا مش حاط لنكات انا مش spam انا مفيد مستحيل يجي صاحب group ويقول ايش هذا اللي انت كاتبه ممنوع delete مستحيل انت مش حاط لنكات انت بتحكي بفوائد بتساعد صاحب group كأنك انت موجود من موظف عنده و الموضوع مش هيك بس كأنك موظف عنده وبتكتب انت بتساعد على community تبعته شو بدك حسن من هيك تمام هاي هي العمالة بدينا نعملها هيك احنا خلصنا اليوم ايو خلصنا خلاص الفيديو طويل صح بس معلش يتعوده لانه هاي الاساليب كاملة انا بشرحها بفيديو اساليب كاملة كبيرة طويلة في ناس يعمل عليها كورسات انا بشرحها بفيديو فمعلش الفيديوهات هتكون طويلة اغلبها هيكون طويل بس اتمنى انه مفيد يعني بالنسبة لكم صح بصراحة كنت بفكر انه اعمل اكتر من فيديو لكن قلت لأ هاد النوع من الفيديوهات بتكلم عن موديل لو اسمته الناس هيتتشتت اما هيك فيديو واحد وانت يا سيدي لو حسيت حالك تعبان وقف وشوف القسم اللي انت بدأ هي صح طيب اشكركم جدا هيك احنا خلصنا و يلا انتقل للأسلوب الثاني او اذا انت شايف وحيل ولاقي لك هاد اسأل التعليقات موجودة تحت اسأل ابعتلي اسألني شوف الجروب اسأل الناس وشوف اكتر واعرف عنه اكتر واجرب وان شاء الله يكون فعلا مفيد للك واسلوب يجيب لك دخل انت بدك اياه يلا السلام عليكم